الصوت النسائي في قصتك مدايقني يعني ايه مش فعل؟ يعني القصة حلوة بس كل الستات اللي فيها عصيهم مستضعفات كده مش ولا واحدة فيهم قوية وهو ايه تعريف حضرتك للست القوية؟ لاني متأكدة اني كاتبة شخصيات مختلفة عن بعض معرفش ملهاش تعريف كفاية قوي ان انا وفقت ان مشروع تخرجك يبقى رواية رومانسية مش كمان هبجيبيني الستات مقارن اللي فات دكتورا هو ممكن حضرتك توضحي اكتر قصدك ايه بالزبط؟ يعني مثلا شخصية الام انتي مطلعها كنها ملاك بالرغم من ان هي ارمالة وكأنها خلاص ما بقيتش ست معين سنها صغير اهو انا كنت حب الشخصية كده يعني هي ام سنها صغير قررت ان حياتها دي عبارة عن اولادها واحفادها وبس ما هو ده بقى اللي قفلني يا فرح من شغلك هي الحتة دي بالزاد كلامك عامل زي المسلسلات العربي كده امال حضرتك انت عايزها تعمل ايه؟ تروح تصاحب عيل قد بنتها؟ فرح انت متأكدة انك بتتكلمي عن روايتك اوه ماله لما تصاحب عيل صغير هو الرجالة في حد بيكلمهم لما يروحوا يصاحبوا ستات اصغر منهم بثمان وتسعة وعشر سنين؟ لا لا يا دكتور انا انا مش حاب الشخصية تكون كده خالص خالص الحقيقة فرح كان ناقص تقولها كفاية الشخصيات اللي في حياتي وبعدين بقى بصراحة مع وضوع جوازك ده من لغباطك شوي واخد كل وقتك لأ طبعا واستحيل اسمح لأي حاجة تاخد وقت من شغلي لان انا بحب شغلي جدا واحب التنفي انا اسفة انا اسفة دكتور انا اسفة بابايا تقريبا غير رنت الموبايل وانا معرفش